السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن تتابعي قناة آدم برو اشت تي في هذا الفيديو ان شاء الله أعدي لكم طريقة إصلاح مصابح ليد كما تلاحظوا بدون استعمال فقط بالعين مجرد وكذلك بدون استعمال بطارياتنا فولد فقط يكفي يكون لحام وآلة تدويب اللحام كاوية ونأخذه من صباح التاليف وسنعرف بواسطة العين مجرد معرفة المصابح التي تلفت ومصابح التاليف دائما نرى ان المصابح التاليف وكذلك هذه وكذلك هذه وكذلك هذه توجد نقطة سوداء داخل مصباح الليد الصغير نكفي أن ننزعها من أماكن من هنا مصابح لاحظنا أن ثلاث مصابح هي التي لا تشتغل هنا هي التي توجد فيها نقطة سوداء في الوسط هذه الطريقة سهلة جدا مصابح وتحتاج إلى تقنية كبيرة تحتاج إلى وكذلك إلى تجربة بطارية المهم نقوم بناء زهام المكان يرى بعد السكين ثلاث أخذ اللحام نملك الفراغ الآن نقوم بتجريب المسباح هذا المسباح كذلك نقوم بتجريب المسباح نقوم بتجريب المسباح نقوم بتجريب المسباح كما تلاحظون العملية تم تبين الشاح تتوالي في الصباح بالأيل هذه المزيد من هذه الفيديوهات ونرجو الاشتراك في القناة وتضغط على زر الجرس وكذلك نقوم بتجريب المسباح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للتجربة بواسطة بطارية ناف بولت نقوم ب لحام الأسلاك هنا زائد ونقيس ونأتي بالمصابح التي لدينا في المسباح الكبير ثم نقوم بتجريبات المصابح الصغيرة كما قلت لكم هذه بالعين مجرد فيها نقطة سوداء سنجربها ولن تشتغل الفيديوة ون错ج الم женщ晋 ون fucking تشتغل فريح الفيديوذات في الهم نقطة على مسابح الصغيرة تتبير ترجمة نهاية بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله